وَلِذَلِكَ بِالْإِزَاءِ كان الطلاق ووقوع الفُرقة بين الزوجين من أحبِّ الأعمال إلى إبليس لعائن الله عليه متتابعة وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يقول إن عرش إبليس على البحر على الماء يعني في البحر على الماء فيبعث سرايا يبعث سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة أعظمهم أي مكانة ومثابة عند إبليس كبيرهم أعظمهم فتنة الذي تكون فتنته أعظم في البشر يكون له مكانة أعظم عند إبليس لعنة الله على الشياطين فيأتيه أحدهم يقول صنعت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا جعلته يفعل كذا وكذا يعص الله في كذا وكذا يقول له بسيطة يعني ما صنعت شيئا ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته أي ابن آدم الآدمي ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويلتزم يضمه ويعتنق يضمه ويعتنق فيدنيه ويلتزم ويقول له نعم أنت أي نعم الشيطان أنت نعم الشيطان أنت أنت أحسن الشياطين أنت أكثر الشياطين شيطانا والعياذ بالله ولذلك كلنا نتحفظ حديث محارب ابن دثار عند الإمام أبي داود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين من قولي عليه الصلاة وأفضل السلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق وفي رواية ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وكلهما عند أبي داود رحمه الله تعالى ظاهرة الطلاق إخواني وأخواتي اتسعت إلى حد مهول ومزعج ومقلق في السنوات الأخيرة في عالم المسلمين في عالم العرب وفي عالم المسلمين عموما تقريبا بدأت تسامي وتعادل ما لدى الغربيين الذين كنا نعيرهم ونفخر عليهم بأننا متماسكون اجتماعيا أكثر منهم والفضل لديننا وأخلاقنا وعوائدنا وما إلى ذلك في الغرب عموما النسب تتراوح بين النصف إلى الثلثين يعني خمسون في المئة من إجمال عدد الزيجات أو عقود الزواج تنتهي الفشل إلى الطلاق إلى الثلثين إلى سبعين في المئة بل جيكا مثلا قبل سنة بلغت فيها النسبة أو تفوقت على سبعين في المئة يعني من كل عشر حالات تنجو حالتان أو ثلاث حالات وتفشل السبع البواقي شيء مريع مخيف مجتمعات تتفكك مجتمعات تتفكك وطبعا أيها الإخوة أعظم الذين يضحون ويدفعون الثمن معاناة وحرمانا وألما وتشتتا عاطفيا وتشوشا فيما يعرف بالولاء العاطفي في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي الأطفال للأسف الشديد مئات ملايين الأطفال تقريبا يشردون يضيعون بطريقة أو بأخرى على أن الجميع ممن لم يضيع الضياع الكامل يعاني مما ذكرت من التشتت ومن التشوش في الولاء العاطفي في الولاء العاطفي للأسف الشديد العالم العربي بدأ يسامي هذا العالم المتقدم لهذه الجهة جهة التفكك الاجتماعي نحن نتفكك مجتمعات تتفكك يعني من جهة إيماننا يتفكك الإلحاد الربوبية اللاءدرية الشكوكية التفكك السياسي على مستوى الأوطان والدول معادات بعضنا لبعض التفكك الأسري لا تفكك يبدو على جميع المستويات معنوياً روحياً أخلاقياً سياسياً اجتماعياً شيء مخيف نحن نعيش الآن في لحظة مخيفة لحظة فارقة مرعبة على فكرة لو تسنى لرجل حكيم متزن ووازن الرأي قبل خمسين سنة أن ينظر إلى عالمه العربي المسلم اليوم لربما فقد عقله أو دار رأسه ولم يفهم شيئاً قبل خمسين سنة كانت نسبة الطلاق في جمهورية مصر العربية سبعة في المئة فقط الآن كم؟ ثمانية وأربعون في المئة قريب من خمسين في المئة ومصر هي الدولة الثانية بعض الإحصاءات تقول لهذه مبالغة مصر تقريباً أربعون في المئة إن شاء الله تكون حتى أقل من هذا أما الدولة الأولى فهي الكويت قريب من خمسين في المئة والثالثة الأردن قريب من ثمانية وثلاثين في المئة وهكذا شيء مخيف هذه مجتمعات مسلمة عربية تقليدية إلى حد بعيد مجتمعات تقليدية خاصة المجتمع الأردن مثلاً ما هذا الارتفاع المهول المقلغ ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ طبعاً مثل هذا الموضوع الحساس والحرج لا يمكن مقاربته وعظياً بأن نسرد الآيات والأحاديث ونصائح السلف الصالحين ثم نمضي لا لا الموضوع أشد تعقيداً على أن الآيات والأحاديث وتبصرات أسلافنا الصالحين مفيدة جداً لو أمكن موضعتها في موضعها المناسبة لكي لا أطول بالمقدمات أحب فقط وطبعاً لا يمكن أيضاً حتى أن نشير إلى عنوانات هذا الموضوع هذا الموضوع له جنبة اجتماعية سوسولوجية وله جنبة نفسية بلا شك له جنبة تربوية له جنبة ثقافية له جنبة حتى الاقتصادية لا أدري هل له جنبة سياسية لكن له أكثر من جنبة له أكثر من جهة وإذا ذهبت تتقصى الحديث عنه بطريقة علمية أعجزك الأمر أعجزك الأمر أنت تحتاج إلى جحافل من العلماء المتخصصين كل يتناوله من جهة معينة لكي نقاربهم مقاربة علمية محترمة لكي نحاول أن نضع الأصبة على مكمل أداء حقاً ما الذي يحصل؟ من أين لنا؟ أنا أيها الإخوة أن نشخش تشخيصاً سليماً ودقيقاً لكي نتبصر بسبول العلاج سبل الإنقاذ لكن أحب أن أحصل حديثي في نقاط محددة جداً حتى لا يتفلت الموضوع من بين أيدينا النقطة الأولى إخواني وأخواتي هناك جانب نفسي مهم جداً في هذه القضية لا بد أن نثقف أبنائنا وبناتنا بخصوصه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر